صباحكم من جديد مشاهدينا يعني مثل ما شفتوا بعض الإجابات كانت على السوشال ميديا هي أغلبها بتحكي عن الأهل عن الأم يعني الله يديم عليكم أهلكم وأحباكم أمهاتكم اللي فعلا هم لا يعوضوا ولا يقدروا بأي ثمن احنا متواصلين وفقرتنا الحالية بنحكي عن توعية بنحكي عن توعية مجتمع بأكمله بمختلف شراحه من جانب توفير الطاقة لأنه ممكن البعض بيشوف فيه هناك إسراف للطاقة اللي احنا عم نستخدمها بشكل غير منظم ممكن نشوف إنه فيه استهتار بموضوع استخدامنا للطاقة في حياتنا فإحنا إذن منحكي عن مشكلة فعلية في المجتمع ومنحكي عن حل لإلها كحل مبدأي هو توعية المجتمع الفلسطيني حول توفير الطاقة هالجانب التوعوي اللي كان منظم أو اللي كان مخطط لإله إجاب من فكرة حملة اسمها بإيدك وفر فلوسك إحنا نتعرف إيش معنى هالحملة إيش الهدف إيش الرسالة اللي موجهة من خلال هالحملة وفعليا إيش النتائج اللي رح تكون مخرج لها الحملة رح نتعرف على كل هاتفاصيل مع عبير جيوسي الطالبة في هندسة الطاقة في جامعة النجاح الوطنية يسعد صباحك يعني تسنيم بداية مع عبير عفوا مش تسنيم السابقة إحنا لما بنحكي عن حملة بإيدك بتوفر فلوسك فعليا إيش معنى هالحملة وإيش الفكرة الأساسية منها بداية هي الفكرة كانت تكمل على فكرة نشاطات بلشنا فيها الفصل الماضي مع جمعية مهندسي الطاقة بلشنا بداية في المدارس اللي هي الفئة الأصغر لأن التوعية لازم تبلش مع الإنسان من صغر العلم في الصغر كان نقشف في الحجر مثل ما بنعرف وبرضو نفس الشي التوعية فبداية بلشنا مع طلاب المدارس مع كافة المراحل مع طلاب المراحل الأساسية والثانوية والمتوسطة بعدها بالفصل الثاني قبل ما ننتقل للخطوة اللي قبلها اللي بعدها فعليا كيف اجتغلتوا على الموضوع التوعي لطلاب المدارس هل كان من خلال ندوات هل من خلال ورشات عمل كيف كانت الألية كانت من خلال زيارات بالاتفاق مع المدارس كنا نروح حوالي ساعة نحكي عن تصرفات صغيرة هي يمكن بس كتير بيتأثر على يعني على البيهيفير تبعنا في استهلاك الكهرباء فإنه يعني بطريقة توصل للصغار يعني أنا ما بدي أروح أحكي لولد صغير أنت لازم توفر ما رح يفهمها هيك لازم يعني نعطيه شيء ملموس ونشجع عليه نعم أوكي ما بعد ذلك الخطوة اللي التالية كانت في موضوع التوعية كانت الهدف منها نوصل لشريحة أكبر اللي هي شريحة الفئة اللي بتدفع الفواتير اللي هي فعليا للأهالي كان كنا حابة نوصل أكتر لأنه المجتمع كلهم طبقات أكتر من نعم أكتر من شريحة أكتر من شريحة أه صح وكننا حابة نوصل إليهم كلهم وإن شاء الله منوصل أوكي واللي تمثلت من خلال حملة بإيدك وفق الفلوسك صحيحة كيف فعليا اشتغلتوا على هاي الحملة هل كان فيه هناك خلينا نحكي عملية مثل المرحلة الأولى كان عملية مثلا إلقاء ندوة كيف أنه فيه استهلاكات معينة أنت عمالك بتستهلك الطاقة بشكل أكبر هل ممكن من خلال أمثل معينة أو من خلال تدريب معين أكيد هاي بما إنها لفئة أوسع كان الشغل عليها أصعب شوي وأخذ وقت أطول كانت المدارس كنا بأسبوع نحضر لها ونروح نحكي لعننا بطريقة حلوة أما هاي كان أقتت أكتر من شهر لأنه يعني تواصلنا مع أكتر من جهة وكانت بتحتاج ميزانية أكبر فيعني طولنا أكتر وكل الفريق كان يعني كل حدا عنده إشي ممكن يقدمه كان مستعد وقدمه كان فيه هناك حدث معين تم إطلاق هاي الحملة فيه احكي لنا عبير أكتر عن هذا الحدث وين تم تنظيمه وبالشراكي مع مين إيش الأنشطة اللي كانت موجودة بهذا الحدث بداية هو كان برعاية كهرباء الشمال مشكورين على دعمهم وكان فيه شركات دعمة عشان يكون فيه عندنا فقرات أكيد لازم يكون فيه فقرات تشجيعية للناس إنها تيجي كان فيه شركات كهرباء أي أجهزة كهربائية فكان فيه جوائز التنظيم يعني كان طلابي بحث كان كل حدا كان له دور كان مثلا أنا كنت بعرافة الندوة فيه ناس كان عندها بدأت تحكي المحتوى اللي إحنا بنا نوصله للناس اتناولنا أكتر من الموضوع اللي هي سلوكات ممكن اتباحها بأقل أثمان أو يعني بدون استثمار توصل للناس بس بتعمل فرق كبير بالفاتورة جميل جدا كيف كانت ردود فعل المشاركين ردود فعل الناس اللي كانت حاضرة أو كانت هي مشاركة بالحضور لهذه الحملة أو لهذا الحدث أول شي كان الحضور جميل جدا كان يعني عدد اللي إحنا كنا بنتمنى يحضر كان عدد منيح كان كمان كان فيه تفاعل من الناس وحبوا الموضوع واستفادوا يعني إن شاء الله عبير فعليا أنا بدي أرجع لنقطة كتير مهمة أو نقطة أساسية في هذا الموضوع أنتوا ليش رحتوا لموضوع أنه إحنا بدنا نواعي الناس بجانب توفير الطاقة أو أنه بدنا نعطيهم معرفة أكتر كيف أنه فيه سلوكيات خاطئة وما بمارسوها ممكن تكلفهم طاقة أكبر يعني هل بناء على ملاحظتكم من المجتمع أم بناء على دراسة معينة أنتوا أجريتوها وشفت أنه فيه خلل أو فيه عدم تنظيم في استخدام أو استهلاك الطاقة أو كيف الموضوع له أكتر من بعض بداية بعض اللي هو نعم أعفون أول شيء كان اللي بيهم الناس أكتر شيء الفاتورة أنه يكون إحنا عنا الاستهلاك الكهرباء وكتير سعر الكهرباء أصلا عالي من الأعلى في العالم ويعني كتير الناس تصرف على الفواتير هو مش الموضوع ما كان بس على الكهرباء كان الكهرباء والمي والوقود وكل هاي فواتير عالي عنا وكلنا منعاني منها صحيح البعد الثاني كان اللي هو البيئة إحنا يعني كهندسة طاقة وبيئة كالطلاب هندسة طاقة وبيئة وجمعية هندسة طاقة كتير نهتم بالجانب البيئي والتغيرات المناخية واللي بصير في الكوكب وأكيد معروف من كله يعني هاي الاستهلاكات هاي بتعمل الانبعاثات وكله بتأثر على البيئة والبعد الثالث هو الأهم في وضعنا إحنا إنه إحنا دولة محتلة مواردنا كلها بإيد الاحتلال تقريبا 95% من الكهرباء اللي عنا من مولدات الاحتلال فإحنا مش بدنا نحكي بدنا نستغني عنهم بدنا نحاول إنه يعني مثلا ما ما نشوفهم كل شوي قطعوا علينا الكهرباء لأنه إحنا الاستهلاك تبني عالي كتير فإحنا بنحاول نقلل بنحافظ على مستوى الرفاهية اللي إحنا عايشين فيها بس يعني باقتصاد نعم جميل جدا عفير بنهاية أنا حابة أسأل ما بعد طوعية المدارس واليوم أنتو عم بتوعو شريحة أكبر وعمالكم تستهدف شريحة أكبر من خلال هاي الحملة فعليا هل في هناك أيضا خطط قادمة عندكم لحتى فعلا شايفين أنه فيه فئة لسه مش مستهدفينها أو فيه ممكن فكرة ببالكم ممكن تشتغلوا عليها هو لسه يعني حاليا ما فيه خطة واضحة كتير لأنه سنة تقريبا على وجه إنها تخلص والهيئة الإدارية تبعتها الجمعية الطلابية بتتجدد فبس أكيد الفكرة يعني الفكرة لا تموت وإن شاء الله أنه منستمر فيها أكيد إحنا بنشكرك كل الشكر عبير جيوسي الطالبة في حندسة أطاقة جامعة النجاح وشكر أيضا موصول للعاملين أيضا من الطلاب في الجمعية حابة تشكري حدف في الختام أكيد حابة أشكر الفريق اللي هم فريق من طلاب قسمي وأقسام ثانية مهتمة في الموضوع حابة أشكر المشرف الأكاديمي الدكتور محمد السيد على إشرافه ورئيس الجمعية المهندس عبد الناصر الدوكات حابة أشكر الشركات اللي دعمت الموضوع والناس اللي حضرت وفرجتنا اهتمامها ودعمتنا في حضورها نتمنى لكم كل التوفيق ومنشكركم مرة ثانية والشكر من وصول لجميع الحاملين معك عبير في هذه الحملات ومنتمنى لكم كل النجاح ومزيد من الأفكار الإبداعية وكل الشكر لوجودك معنا نتمنى لكم